دولة مصرية شهدت خلال حكم رئيس عبد الفتاح السيسي طفرة تنموية ونهضة شاملة في كل القطاعات انطلقت مصر في عهد رئيس السيسي في المشروعات القومية العملاقة في مختلف المحافظات المواطن بقى شايف ومتابع الإنجازات في كل شبر في مصر الإنجازات دي بتعتبر أكبر رد على محاولات قوى الشر لتزييف الحقائق لترويج الأكاذيب والمعلومات المضللة عن الدولة كانت المبادرات الرئاسية المتنوعة وغيرها من المبادرات الاستفاد منها ملايين المصريين على مدار السنين اللي فاتت من أكبر الإنجازات أو إنجازات الدولة لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة ليهم وبتعتبر هي كمان أبلغ رد على الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية مبادرات الدولة المصرية اللي تم إطلاقها على مدار العشر سنين اللي فاتت وصلت لحوالي أربعين مبادرة في مختلف القطاعات خدمت ملايين المواطنين المصريين في كل المحافظات من أبرز المبادرات دي كانت مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري اللي انطلقت في شهر سبتمبر اللي فات هدفها لاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل لتنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية وكمان مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها الرئيس السيسي في يناير عشرين تسعتاشر أو ألفين وتسعتاشر لتحسين الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة وتحسين جودة الحياة لمواطني ريف المصري من خلال تطوير أربعة تلاف خمسمية أربعة وتمانين قرية بيمثلوا تمانية وخمسين في المية من إجمال سكان الجمهورية بتكلفة خمسمية وخمستاشر مليار جنيه من أبرز المبادرات كمان مبادرة تكافر وكرامة لتقديم مساعدات نقدية للأسر الفئيرة والأكثر احتياجا مشروعات تنمية المرأة الريفية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتاة في الريف مشروعات المرأة المعيلة والرامل والمطلقات ومبادرة مستورة لإنشاء مشروعات لسيدات المعيلات على مستوى الجمهورية كانت مبادرة مئة مليون صحة للكشف كمان عن فيروسي والأمراض غير السارية من أبرز المبادرات وأهم المبادرات الاستفاد منها ملايين المصرين انطلقت في أكتوبر 2018 واستمرت لحد أبريل 2019 وتم خلالها فحص خمسين مليون مواطن على مستوى الجمهورية وفحص أكتر من عشر مليون طالب من طلاب المدارس بتكلفة وصلت لأكتر من ثلاثة مليار جنيه المبادرة دي أشادت بها منظمة الصحة العالمية وأشادت كمان بقدرة مصر في مكافحة التهاب الكبد الوبائي في الوقت اللي بتعتبر فيه قارة إفريقيا موطن كبير لفيروس سي من نسبة لمبادرة دعم صحة البرأة المصرية اللي انطلقت في يوليو 2019 كان هدفها تقديم الكشف المبكر عن أورام السادي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجال حوالي 30 مليون امرأة على مستوى الجمهورية من أبرز المبادرات اللي خدمت مواطنين كتير في المحافظات المختلفة مبادرة سجون بلا غارمات لسداد ديون 6400 غارم وغارمة بقيمة 242 مليون جنيه تم الإفراج عنهم مبادرة مراكب النجاة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري وفتحة أفاق طبعا جديدة للشباب بتوفير فرص لتدريب والتأهيل وتوفير كل البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل المواطن المصري دلوقتي بقى على دراية بالطفرة التنموية والخدمية غير المسبوقة اللي حصلت في كل القطاعات المصرية على مدار السنين اللي فاتت مش هيتأثر أبدا بالأكاذيب ولا بالشائعات عن الدولة المصرية توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالحديث في مختلف وسائل الإعلام على الدور اللي بتقوم به الدولة المصرية والحكومة زود كمان وعي المواطنين المصريين بكل الجهود المصرية اللي بيتم بزلها في الداخل وكمان الخارج وما فيش حد هيقدر أبدا يزعزع ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية وفي حكومته